اشتركوا في القناة والاجتماع الذي عقد في مقر البرلمان الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل أكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تتخذ من الممارسات الحضارية كالحوار ثابتا راسخا سواء على المستوى المحلي أو عبر السياسة الخارجية التي تؤكد مملكة البحرين خلالها أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الداخلية لها وإشاعة قيم السلام والسعي لإحلال الأمن والاستقرار في العالم والاستفادة من العلاقات الدولية لبناء الثقة المتبادلة وتعزيز الروابط باتباع القنوات المشروعة التي تسهم في بناء منظومة علاقات دولية تحاط بالثقة والاحترام وسجلت معاليها خلال الاجتماع عدم الارتياح من تعاطي البرلمان الأوروبي مع الملف الحقوقي في مملكة البحرين مؤكدة الحاجة لإعادة النظر في عدد من المواقف والقرارات التي لا تعطي انطباعا على اتباع السبول الموضوعية وتتخذ بناء على معلومات تستقى من جهات غير معروفة ولا تعبر عن الواقع في البحرين وأكدت معاليها أن مملكة البحرين تشهد تقدما مضطردا في مجال حقوق الإنسان سواء على مستوى البنية التشريعية أو الهياكل المؤسسية مؤكدة أن جميع الوفود الممثلة عن البرلمان الأوروبي والتي زارت المملكة خلال الفترة الماضية اطلعت عن قرب على الواقع وعبرت معاليها عن الحاجة لتسريع خط التواصل البرلماني بين مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي مقدمة معاليها مبادرة للتأسيس لمرحلة تعاون جديدة بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي وأكدت معاليها التطلع للنظر في الطلب المقدم من قبل مملكة البحرين لإعفاء البحرينيين من تأشيرة أشينغن ووضعه على أجندة البرلمان الأوروبي تتويجا لمساعد تقارب وقدمت معاليها دعوة رسمية لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين خلال الفترة القادمة ووضع مذكرات تفاهم وأجندة عمل مشتركة بعد لقائنا الأول اليوم في البرلمان الأوروبي مع رئيسة البرلمان روبرتا ميسولا تطرق الوفد المرافق لمعالي رئيسة المجلس النيابي إلى العديد من الملفات المشتركة وأهمها كانت ملف حقوق الإنسان البحرين كما تطرقنا خلال اجتماع أعضاء المجلس مع رئيسة البرلمان الأوروبي إلى موضوع إعفاء مواطني مملكة البحرين من الحصول على فيزة الشينغن في حال زيارتهم لأوروبا ونتطلع إلى المزيد من الاجتماعات خلال الأيام القادمة مع جهات أخرى في البرلمان اشتركوا في القناة